السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابنا الغاليين من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه يا رب تكونوا خير في احسن صحة واحسن حال. في ديو نهاردة ان شاء الله عندنا عقاكة المولود. وهنحضر مع بعد غدنا للبيت. زي ما احنا متعودين. وهقولكم العقاكة دي اللي مين? طبعا الحاب يتوصل معنا ويطلب اردارات سواء عشر العرسين ووجبات لشبكة او فتحة. آآ بعمل سنية عشر العرسين بسم الله ما شاء الله. آآ صدقة على روح متوفي. اللهم ارحمة وفتنا وموت المسلمين. واجبات لشهر رمضان الكريم. اللهم باللغنى رمضان جميعا يا رب الله فوقدين والمفقودين. طبعا هايز زي من صدقة على روح متوفي سواء من داخل مصر او من خارج مصر. واجبات برضو او صدقات لشهر رمضان برضو من داخل مصر ومن خارج مصر. طبعا يتوصلوا معنا على الرقم اللي هيصار قدامكم دلوقتي. واللي اللي حابب بقى اردارات سواء لعشر العرسين. شبكة فتحة. آآ صدقة على روح متوفي واجبات لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتو طيبين. طبعا يتوصل معنا على الرقم نظار قدام كده. اللي بقى كده ده مكتطفات من الفيديو واقول لكم بقى كده الفيديو آآ يعني عن السريع في البداية كده او المقدمة بتاعته. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو النهاردة حط لي بقى كده اللايك. انتو طبعا عندي احسن من مليون اللايك. لكن اللايك هو اللي فعل فيديو. واللي حابب قناتي ويشترك فيها يستعدني وتشرفني طبعا وتفرحوني بشترككم. سواء بقى هنستفيد من بعض لو بمعلومة او بذكر الله او بقى اقل حاجة نستفيد من بعض. طبعا يا الله بقى كده سكرولي يا وصل على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلاطة ان تفرجوا بها الهم وتزيحوا بها الغم وتسددوا بها الدين وتحقق بها الامال. اللهم امين يا رب العالمين. ده هو بقى كده حلوة لمولودنا وابننا وحبيبنا مالك عبدالرحمن عبدالكريم. ربنا يبرك فيه ويحفظه يا رب طبعا العقاقة ديه آآ علشانه هو. اللهم احفظه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله كرة عين لوالديه. واجعله من اهل الصلاحة والتقوى. اللهم اجعله من الصلاحين المصلحين. البرين بوالديه. اللهم افرح به نبيك المختار. لما تحبه يا غفار. اللهم اجعله من الراشدين. واجعله من الزاكرين والمذكرين. اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته. واستكان لهيبتك فاحببته. اللهم احفظه بحفظك من غير حول لك ولا كوة. واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجة بدأت بيها سلقة الكورنب الاول وخدته تحت الحنفية غسلته وسبته في مصفة صفه ميت. وهعمل كمان جنبيه لحمة بلد ويبقى غدان احنا النهاردة وخاص بينا احنا في البيت. ما نجدعه بالحاجة اللي جاينا. طبعا شغلك لازم يكون كله ضمير واخلاص. وامانة ونظافة. آآ وربنا شاهد علينا. طبعا من عمل احدكم عمل لان يتكنوا. هتا كمان لو اصحاب الحاجة مسامحين. طبعا هما احنا عارفينهم اصلا وهما ناس كرم وطيبة واخلاق وفي الخير طبعا على طول بيعملوا. آآ لكن لازم يكون شغلك كله بضمير. طبعا كل حاجة وربنا شاهد عليها. آآ بعد كده آآ طبعا هاختسر معاكم الفيديو طبعا الفيديو لو هجيبه آآ زي ما احنا عملنا طبعا هو كان يوم متعب جدا. آآ لكن آآ كنت فرحانة جدا وانا بعمله وكنت مبسوطة. اهم حاجة علشان طبعا اكلك يطلع حلو كده وطعمه حلو وآآ لازم بيبقى طالع منك انت من جواك انت وانت بتعمليه تكوني فرحانة وتكوني مبسوطة. طبعا كل اللي ياكل حاجة يلاقيها طعمها جميل. آآ ونفس الحلو طبعا بيطلع من طيبتك انت واخلاقك وطبعك. فلازم كده اي حاجة تعملها تكون بضمير واخلاص. طبعا زي ما قلت لكم اختصر معاكم الفيديو. الفيديو كان معدي كمان اكثر من ست ساعات. لكن آآ هجيبه معاكم مختصر فئة جدا. لان لو جبته آآ يعني زي ما قلت لكم على الحقيقة هيكون يعني هيعدي يعني هو اختصر ربع ساعة. لكن هو معدي الست ساعات. كان شغل. لكن كان زي العسل وكان على قلبنا حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. آآ ربنا يخلف عليهم بالحلال ودايما كده يا رب العمل الخير اللي هم بعلوه. آآ ودايما عامل اللهم امين يا رب العالمين. ويبارك لهم في اولادهم في مالك يا رب وكمان يخويه. آآ ويرزقه بالضررية الصلاحة والخلف الصالح دايما اللهم امين يا رب العالمين. زي ما تركوا اول حاجة بقى كده سلقت اللحمة وبعد كده شلتها في آآ صواني عشان ادخلها الفرن. وبعد كده عملت سلسة المحشي شوحت البصل الاول في المادة الدهنية سامنة على زيت. ولما البصل تصفر بحط عليها التول بتاعتها قبل ما اضيف عليها الطماطم. بحط الملح وفلفل اسل وكمون وسبع بهرات. بهرات المحشي وآآ بابريكا وبشوح كده ده كله مع بعضه. والبهرات كده تشوح مع البصل الاول واتطلع ريحتها كده وناكيتها الحلوة. وبعد كده بضيف عليها الطماطم. تاخد غلوة وبعد كده بحط عليها معلقة سكر. السكر بشيل اي حمودة تكون موجودة في الطماطم. سلت بقى كده الطماطم تسبك مع نفسها وكمان عملت اللحمة المعصجة. طبعا بقدي اللحمة كده الاول صدمة الاول. وبعد كده بنزل عليها بالبصل. اشوح البصل وبعد كده بنزل عليها بالجزر. وبعد كده فلفل الوان وبضيف بقى عليها آآ بهرات اللحمة السبع بهرات. فلفل اسود. لورو مطحون. حبهان الكمية اللي عندك. بعد كده نعمل التشريبة اللي احنا نسق بها الجلاج. حاطيتنا عشر بضوات وعليهم طبعا اول من نحط البيت بنحط رشد فلفل اسود رشد ملح الاول. وبعد كده بضيف عليهم لترين من الحليب. وست معلق سمنة. بربوهم كلهم كده مع بعض. طبعا كده بنسق بيه الجلاج. آآ دهانت الاول آآ الصاجة من تحت سمنة. وبعد كده طبعا كل ورقتين بديهنهم آآ من التشريبة دي. وبعد كده بقطعهم وبحط عليهم آآ السمسم وكمان حبة البركة او حسب الرغبة زي ما انتم عايزين. هركن بقى طبعا بعمل صغ صغ كده وهركنهم على جنب طبعا بقطعهم قبل ما دخلهم الفرن. خلاص بقى كده مش هسقيها اي حاجة تانية خلاص. شربة من التشريبة ديت خلاص بما يكفي. فمش هنضيف حاجة تاني. ودي كمان خلاص المحشة هو. طبعا المحشة بتنجن ومحشة كوسة. كان مطلوب برضو مننا آآ نحنا نعمله. هروش برضو عليها كده رشة حبة البركة والله ما صالح سيدنا محمد. السمسم وهاركنهم بقى كده على جنب. زي ما قلت لكم آآ طبعا الحاجات دي متقورة من بالليل يعني البتنجن والكوسة مقورها من بالليل. وقادي الجلاش اهوت وهكمل بقى كده الصاج الاخير وادخلهم الفرن. طبعا كده خلاص المحشة كان آآ هنسقيه بقى اهوت. طبعا من الشربة بتاعة اللحم اهيت برضو آآ ضفت عليها برضو هنا آآ خمس مكعبات من المرأ عشان المحش يبقى كده طعم حلو. مكعبات من المرأ. وقادي بنسق المحش اهوت هنحطه بقى كده. وبرضو هدخل الفرن يعني بعد مسقيه وخليه تلات تربع سوى هدخله بقى كده ياخد برضو آآ نفس الفرن ووراحت الفرن كده بتبقى آآ يعني لها نفس خوص. هتكون الكوسة ده دخل على آآ دخل على سوى وكمان البتنجن وبعد كده هدخلها الفرن طبعا بنسوي حاجة حاجة الاول. هسوي بقى كده الاول جلاش وبعد ما الجلاش يطلع طبعا هلف الحاجات دي كلها علشان تدنها سخنة وبعد كده هدخل المحش وهدخل برضو آآ اللحمة كمان. طبعا هنا هعمل بقى كده حاطت هنا فلفل الوان وبعمل البصل بقطعوا كده جوانح. طبعا هنا اللحم اللي قلتلكوا عليها اللحمة البلدي ده كده خاصة بنا احنا وغدانا احنا زي ما قلتلكو ده كده هعملها جنب المحشي الكرم عشان يبقى غدانا احنا طبعا زي ما طبعا احنا بحضر غدانا وكمان بعمل آآ مع شغالة كده حاطت هنا زي ما قلتلكو قطعت هنا البصل وفلفل الوان وطبعا هنا آآ ممكن تحط طماطم في الخطوة دي وممكن وانا هنا خدت بقى كده من الصلصة كانت عندي فحط عليها صلصة جهزة على طول وكمان هجيب الجزر عليها برضو والبهارات بتاعتها هنا معلاء التوم على الكمية دي كده معلاء التوم يعني كافية. هحط بقى كده ملح وفلفل اسود برضو عشان الخضار ده كده يتبل وبعد كده هحط عليها كبشتين شربة مغرفتين شربة وهديها كده غلوتين على النار وبعد كده هنسق بيها اللحمة زي ما قلتلكو الجلاش دلوقتي في الفرن ومن الاستبقى كده آآ هنعمل الرز برضو مع بعض طبعا زي ما قلتلكو ده كده اختطفات من الفيديو او مختصر عشان طبعا بما ان عملت معاكو الحاجات دي قبل كده يعني عملت معاكو طريقة عمل لحمة الطباخين كانت بالطريقة دي او زي ما قلتلكو يعني على لحمة الافراح او لحمة المناسبات بتبقى بالنفس الجميل دول وده كده بتديك الطعم حالي فعشان كده مختصرة معاكو الفيديو وعملت قبل كده معاكو الجلاش وعملت معاكو الرز البسمات وكل حاجة موجودة معاكو على القناة اللي عايز بقى يدخل لها بالتفصيل عشان طبعا زي ما قلتلكو قلني الفيديو كبير جدا ويه كان هياخد وقت لما جيب كل حاجة بالتفصيل طبعا اللحمة كانت استوت هدخلها بقى كده هشربها بقى كده من الحاجة من الخضار دوة زي ما قلتلكو لازم يكون سخنة كده طبعا الحاجة بتبقى سخنة بتساعد ان الحاجة اللي معاكو تتشرب على طول هسقيها كده من الخضار دوت او وبعد كده هدخلها الفرن هولع بس من تحت طبعا مش هنولع من فوق علشان لو ولعنا من فوق اللحمة بتنشف معاك ولعب بس كده لا الفرن يكون معاك على العالي او شديد وبعد احطه كده على الصجرة من تحت ومن دخلو بس كده عشر дقائيو وبنطلحها على طول نعم بقى هنا مع بعض رزل بسماتيا حط هنا سمنة على زيت مادة دهنية اهيت وبعد كده هشوح البصل طبعا كنت اعمل البصل بكمية كبيرة والجذر بكمية كبيرة عشان مش كل شوية هروح اخرط بصل وكل شوية هروح ا ابشر الجذر فزي ما انتوا شايفين كده كنت اعمل البصل بكمية كبيرة والجزر بكمية كبيرة. وقادي الجلاش طبعا كنت بقى سيب الحاجة وراح ابصت على الفرن قهوة. عشان طبعا. وطبعا الحاجات بتحب النار تكون عالية. دخلت والعت كده الاول الفرن على نار عالية. وبعد كده آآ لما دخلت الجلاش هديت بقى كده شوية خليت النار وسط. عشان ما تلساش منك وياخد لون وهو لسه من جوة يكون ناي. آآ طبعا هنا قهوة وردتك اول صاج وبعد كده رجعت بقاتين للرزة اول للرزة كانت البصلة شوحد وبعد كده ضفت عليه الطماطم طماطم كده مكعبات صغيرة. وبعد كده الجزر طبعا خطوة خطوة كده للرزة طبعا يديك كده طعم جميل ونفس جميل. طبعا ضفت هنا زي ما انتم شايفين كده فيه هنا آآ بهارات آآ اللي هي آآ لورة وحبهان وعود ارفة ولمون مجفف ده كده هنضيفه عليه عشان يدلو كده طعم حالي. وبعد كده حطت بقى هنا الكركم والملح. شوح بقى كده الرزة البسمتي ما بتقلبش كتير. لازم آآ تكون كده يعني على السريع كده نلفه بس مع الخضر اللي احنا حطناه. وقادي الشربة هتحط برضو عليه شربة لما عندك الشربة هتضيفه مية. طبعا الشربة ريئة هيت ومصفيها عشان تبقى معاك ما فيهش اي حاجة من الحاجات بتاعت الشربة والرغاوي والحاجات اللي بتطلع على وش الشرب. طبعا المية او الشربة بتبقى ضعفة الرز بما ان بقى كده عاملة كمية كبيرة مش هحقول بقى كبات رز وكام كبات مية لأ. فالعين طبعا هي اللي بتشوف وإحنا طبعا آآ بتبقى كل حاجة قدامك وعينك هي اللي بتزبط الحاجة. المية بتبقى ضعفة الرز لكن هنا عشان كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله. فكنت باضيف كده زي ما قلتلكم يعني بتبقى الرز المغطي المية الشربة المغطية الرز بكمية كبيرة. طلعت بقى اللحمة وقادي المحشي اهوت برضو بعد ما استوى يعني كان داخل على سوى. آآ حاطته برضو في الفرن ياخد لون كده بس ولعت عليه الشوية بس يعني المحشي الشوية عشان ياخد لون بس كده ويطلع على طول. طبعا ما ضفتش عليه سمنة ولا حاجة لان طبعا هو مسئي بالشربة الشرب بضاني بتبقى دسمة وبتبقى عليها دون كتير فهنسبة كمية من الدون لكن لو شربته خفيفة بقى حط كده معلقة سمنة على وش المحشي واحنا دخل مدخلها الفرن. كده خلاص كان بقى الاكللة جاهز عزوز ده ما انتم شايفين اهد الحليتين الروز ده اهمت. هنعمل اخر حاجة بقى كده المكسطرات طبعا الزبيب نقعته في المية كنت عاملها من بدري سبته ساعة في المية عشان ينزل اي عسلة او اي حاجة تكون موجودة فيه مش ينفع ناخد الزبيب كده ونشوحها عطول مع المكسطرات. فحطت هنا معلقة السمنة على شوية زيت. وشوحت اول حاجة الفول السوداني. وبعد كده طبعا تشوحها بسطة لان هو جاي ببقى متحمص وجاي نفسه متحمص وجاي جاهز يعني. فشوحت كده الفول السودان الاول وبعد كده آآ كنت نعز بساعة في المية ينزل اي عسلة منه واي تسكير كده بيبقى مسكر يعني. عسلته تحت الحنفية كوان بعد ما نقعته. وآآ هشوحه بقى كده مع الفول السودان اول وده بقى المكسطرات اللي احنا بنحطها على وش الاطباق. طبعا لو ضفتها على الرز. آآ الرز محتاج كمية كبيرة او من المكسطرات. فكنت بغرف طبق طبق كده وكنت بضيف عليه آآ المكسطرات. وقادي بقى المحشى والحاجة بعد ما طلعت. زي ما قلت لكم اللي عايز حاجة سواء من داخل مصر او من خارج مصر صدقات اي حاجة هتتعمل للتواصل عليكم بالتلفون اللي كان زر آآ يعني آآ قدامكم واللي شفتوه. ده كده هيبقى للتواصل على الوجابات او الارضلات اللي انتو عايزين تعملوها. طبعا تشويحها كده يعني مش هنخلي الحاجة تاخد لون عشان طبعا آآ ما يعني اللون الفلشت داني ما يبقاش عامل قوي. فانا زي ما انتم شايفين كده يخد تشويحها وخلاص على كده. طبعا هناك هنغرف بقى كده الحاجة اهيته وبوريكم طبعا بسم الله ما شاء الله. قطع اللحمة آآ كبيرة يعني. واللحمة زي ما قطلوك وضاني. ويقدر قليش قهوة والرز. وبالف انا مش شفى يا رب لكل من اكل وعبال ما نعمل ففرحه. والله ما امين يا رب العالمين. ويجعله كده من البرنو بالوالدية. آآ ويجعله كده من الصالحية. زي ما قطلوك هنا كنت بغرف الرز وكنت بحط بقى كده المكسرات على آآ وش الرز علشان آآ من فوق كده علشان زي ما قطلوكم يعني الرز زي ما انتم شايفين حجم كبير آآ او حالتين كبار فما كانش هنا فانضيف على المكسرات كده هتضيع في وسط الرز. مقادي كده بوريكم اهوة الغرف قطعة من الجلاش وقادي الرز وقطعة اللحمة وكمان طبعا هي هيبقى في مجموعات مع بعض فكان في خيار وفي مخلل كمان آآ هنلفه كده آآ لوحده يعني مع بعض زي ما قطلوكم في مجموعة. طبعا زي ما قطلوكم كان يوم جميل ويوم زي العسل وكانت ارفته حلوة وجميلة والله آآ ربنا يبرك فيه يا رب ويخليه. طبعا بوريكم هنا اهوت الطبق عبارة عن ايه طبعا آآ يعني قفلت الكاميرا عشان طبعا هنغرف كلنا كده في البيت مع بعض طبعا منفعش اغرف طبق طبق كده ففصلت الكاميرا عشان اننا آآ نخلص بقى كده لكن لو بالتصوير بياخد وقت طبعا وبيبقى يعني التصوير تعب جدا وبياخد وقت فاختسرت بقى كده الكاميرا وقفلت التليفون وغرفنا وخلصنا اهوت وطبعا هنا فيه زي ما قلت لكم فيه مجموعات فغرفنا بقى كده هنا آآ حلة رز وقادي صواني المحش اهيت برضو طبعا الصواني اللي داخلت الفرن بنشيلها في صواني تانية انضف وتكون نضيفها يعني عشان طبعا ما ننفعش ان احنا نوديها بالصواني اللي كانت في الفرن وقادي الرز اهوت طبعا نسا هنغرف تاني من المحش برضو وزي ما قلت لكم دي امانة وكل حاجة آآ لازم تكون بضمير والخيار اهوت زي ما قلت لكم برضو عشان دي مجموعات كده مع بعض هتبقى مع بعض فهنا كنت آآ بغلف بقى كده اهوت بورق الفويل المحشي عشان طبعا يدنه سخنة طبعا آآ عشان الحاجة كده تدنها سخنة كنت بلفها على طول طبعا لو الحاجة عندك يعني لو عملت الحاجة دي طبعا بتاخد ساعة لو عملتها وبردت منك ولع الفرن وحطيها تاني آآ هتلاقي كل حاجة سخنة تاني منك وبتبقى طعمها جميل طبعا الجو برد وكان طبعا بين كل حاجة والتانية كان في مسافة فولع الفرن وحط فيه الجلاش وحط وطلعها على طول طبعا ياخد بس سخنة الفرن على طول ما تسيبهش يعني على طول بس ياخد سخنة الفرن ويقادي كمان المحشي وكمان اللحم برضو حاجة اللي تبرد منك سخنها على طول في الفرن وطلعيها وده بقى كده كان فيديو معاكم النهاردة يا رب كده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم وزي ما تلكم قادي برضو غرفنا اطباق رزاهية واطباق من الجلاش برضو آآ على بعضها كده غير الاطباق اللي هي فيها الوجبين وتابعا هنا قادي التروسيك لا هو تلكنا ياخد الحاجة ويوديها آآ لبيت مالك عبد الرحمن عبد الكريم ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب وعبنا كده ما نودله وهو عريص اللهم امين يا رب العالمين وده كان فيديو معاكم النهاردة يا رب لكم اعجبكم ونال رضاكم استودعكم الله لزي لا تدعوا ودعوا فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة